يلا حيوم جميعا معاكم عبد الكريم وحلقة اليوم ناخذ فيها نظرة عامة للعبة هيل دايفرس 2 نخش على الموضوع مباشرة بعد ما تضغطوا زر اللايك وتشتركوا في قناة بلاي ستيشن العربية ننظم للهيل دايفرس ونضالهم من أجل الحرية في مجرة عدائية وكلها وحوش مختلفة لعبة شوتر سريعة وكلها اكشن من منظور شخص ثالث الكفاح من أجل سوبر ايرث حرية سلام ديمقراطية حقوقك اللي انولدت فيها في السوبر ايرث الركائز الأساسية لحضارتنا تتعرض لهجوم من حضارات فضائية مدمرة كلهم يتآمرون لتدمير سوبر ايرث وقيمها تلعب دور نخبة من الجنود اللي عندهم مهمة وهي نشر السلام والحرية والديمقراطية باستخدام أقوى الأسلحة وأسوأها وأكبر متفجرات في المجرة كون فريق مع عدد يوصل لأربعة أصحاب وسبب مشاكل لكل الكائنات الفضائية اللي تحدد سلامة وطنك سوبر ايرث هل دايفرز هم فرقة حفظ السلام في حرب المجرة كلها وهدفهم هو حماية كوكبهم ونشر رسالة الديمقراطية وتحرير المعادين بالقوة أسلحة مدمرة وأعداء مدمرين الهل دايفرز ما ينزلون أي مكان بدون دعم مناسب والموضوع كله بيدك حرفياً تقرر كيف ومتى يجيك الدعم عندك كمية من الأسلحة الأساسية القوية والعتاد اللي تخصصه وعندك كمان القدرة على استدعام مختلف الدعم وانت تلعب في نص المعركة ممكن فرقتك تحتاج للدعم للتخلص من حجد هائل من الترمينايتز في ضربة واحدة بس تتواصل مع إيغل يرمون لقنبلة بوزن 500 كيلوغرام ما تشوف إلا شظايا جثث الحشرات المحررة تحتاج محيط دفاعي تكلم ناشر الألغام المضادة للأفراد اللي يزرع لك ألغام قاتلة في ساحة المعركة اللاعبين يقررون كيف ينهون كل موجة عدوه باستخدام العديد من الأدوات الهجومية والدفاعية ومع إتمامك للمهام ترقي سفينتك وتبني ترسانة رهيبة تقدر تستخدم كل شيء من الدروع إلى الأبراج إلى الضربات الجوية لتعطي فريقك الأفضلية الدعم يقولون أن كل التجارب أفضل مع الأصحاب خصوصا إذا كان الموضوع دمار شامل على أعداء الحرية مع الجذور التعاونية في أروهيد تأكدوا أن لعبة هيل دايفرس 2 فيها أفضل طريقة لعب تعاونية إلى الآن التعاون مهم تشتغل مع الفريق على عمليات التحميل ووضع استراتيجيات لكل مهمة وإكمال الأهداف معه ولكن لتحقيق أقصى قدر من التحدي والتعاون النيران الصديقة ستكون شغالة دائما تواصل مع زملائك الفريق وتأكد من أن الرصاصات والألغام الطائشة تقضي على الخصوم الحقيقيين وتذكر أنك بترجع الوطنك رافع راسك كبطل إذا كنت حي أو ميت اللعب التعاوني والقتال لازم أنتو زملائك تستعدوا للمهمة لما تخصصوا الدروع والأسلحة وستراتا جيمز تضبيط العتاد هو جزء من الإعداد للمهمة تغيير سلاحك لناسب المهمة وأنواع الإعداء اللي تواجهونها وكمان شهيتك للتدمير أعظم دعمك هيل دايفر هو ستراتا جيمز كل شيء من الغارات الجوية إلى الهيل بودز اللي فيها أسلحة أكبر وأقوى وكمان معدات دفاعية وإمدادات إضافية كلها حرفيا في يدك لما تختار الستراتا جيمز لازم ترسك مع فريقك لاختيار أفضل لودات على حسب الإعداء ونوع المهمة فيمديك أنتو واحد من زملائك في الفريق أنكم تجهزوا أسلحة خارقة للدروع لكن لا تنسى الستراتا جيمز الدفاعية لما ينضغط واحد من أفراد الفريق في الهيل دايفرز عضو الفريق الآخر يستدعي درع لحماية زميلة في فريق مكون من أربعة أشخاص تقدر تختار مزيج من الستراتا جيمز والأسلحة اللي تضملك النصر جاهز للأكشن أول ما يهبط الهيل بود حقك على كوكب تقدر تستدعي ستراتا جيمز للدعم تلقى فيها أسلحة أكثر ودروع وشنطة فيها إمدادات كل عضو في فريقك يلعب على حسب أسلوبه الخاص وتقاتلون مع بعض منكم من يشتبك من قريب ومنكم من يطلب له ستراتا جيم ويأخذ له سنايبر ويحافظ على مسافة آمنة وهو يقنص الأعداء تقدروا تتسللوا من غير داعي للاشتباك إذا فريقك كله يتحرك بهدوء ولكم الحرية في تحديد الطريقة اللي تنشرون فيها الديمقراطية حقتكم بطريقة شخصية أو تكتيكية لما يبدأ الأكشن تعود على الموت لأن الأعداء مبلحة لهم اللي ممكن يسبب موتك فيه رصاصات طائشة من خوياك في هيل دايفرز في كل الحالات الأولوية هي الفريقك تستخدم ستراتا جيمز رينفورسمنت لتستدعي الهيل دايفر الجديد للكوكهب والتابع من حيث ما موت يمديك كمان تأخذ الأسلحة اللي طاحت من جثتك الأولى الموضوع مو بس قتال تعاوني فيه أهداف تعاونية تسوونها كلكم تشاركون المواقع مع بعض وتتحركون سوا في الخريطة فيه أهداف اختيارية كمان تطلب منك منعطف بسيط مع الفريق وأكيد لازم ذخيره أكثر لكن المكافآت تستاهد نشوف الميزات المهمة تكون أسطورتك يجمعوك في فرق يوصل عددها إلى أربعة هيل دايفرز ويعينوكم في مهام استراتيجية انتبهوا لبعضكم البعض النيران الصديقة هي أمر مؤسف في الحرب لكن النصر بدون عمل جماعي مستحيل العتاد تمطر على الأعداء بالحرية من فوق أو تتسلل عبر أراضي العدو أو تواجههم وتنطلق وسط المعركة كيفية تقديم الحرية واختيارك بيكون عندك مجموعة واسعة من القوة النارية المتفجرة والدروع المنقذة للحياة والستراتجيمز اللي تغير المعركة الجوهرة اللي موجودة في ترسانة كل هيل دايفر الطلب شركة سوبر ايرث مقدرة عملك الشاق وتعطيك طلبات قيمة استخدمها للوصول لمكافآت مختلفة تفيدك أنت وفريقك وسفينتك المدمرة ومجهودك الشامل كل شي على هذا الكوكب يبيك ميت هذا اللي تتعامل معه يتمتع كل عدو بخصائص وتكتيكات وسلوكيات مميزة وغير متوقعة لكنهم كلهم يقاتلون بشراسة وبدون خوف أو أخلاق حرب المجرة الاستيلاء على كواكب العدو والدفاع ضد الغزوات وإكمال المهام رح يساهم في جهودنا الشاملة الفوز أو الخسارة في هذه الحرب يعتمد على تصرفات جميع المشاركين نوقف مع بعض أو ننهار مع بعض المحفزات التكيفية اكتشف الارتداد ومعدل إطلاق النار ووزن كل سلاح ردود الفعل اللمسية تحس بأن العوالم الغريبة تنبض بالحياة من خلال تأثيراتها البيئة والمعدات والطقس المايكروفون المدمج تشارك التكتيكات مع فريقك في فوضى القتال التمبست 3D من بلاي ستيشن 5 حدد بدقة الأعداء المقتربين والمعارك القريبة والصراخ البعيد من أي اتجاه كروس بلاي لعبة هيل دايفرس 2 تدعم الكروس بلاي يعني زملائك في الفريق على البيسي يقدرون يلعبون معك على البلاي ستيشن 5 والعكس صحيح المجتمع والعمل الجماعي من أهم الركائس في لعبة هيل دايفرس 2 ولذلك من الضروري التأكد من قدرة اللاعبين على العمل معا بغض النظر على المنصة اللي يلعبون عليها معا تحتفلون بالانتصارات والحزن على الخسائر وتحرير المجرة دون حدود المنصة وبكذا عزائي المتابعين نكون وصلنا نهاية حلقتنا لليوم أعطوني رأيكم في التعليقات واشراءكم في هيل دايفرس 2 ولا تنسون تعطونا لايك تشتركوا في خناة تايستيشن العربية ليصلكم كل جديد من بلاي ستيشن من لغة العربية سلام